بكرة عيد الحب وعيد الحب بيجي في كل الدنيا يوم واحد لكن عيد الحب بيجي للأهلوية كل أسبوع على الأقل مرة لأن عيد الحب عند الأهلوية هو يوم ما يشوف الأهل وهو بيلعب مباراة ده عيد الحب عند الأهلوية في نقاشاتي دايما مع جمهير الأهلوية إزاي بيقابلوا أو بيستنوا المباراة بتاعتهم يعني مثلا على سبيل المثال بكرة يوم أجازة يوم الجمعة يوم أجهزة هتستنى مطشك إزاي فيه ناس بتستنى المطش من قبلها بيوم طب يوم الجمعة ده هتعمل فيه إيه فيه ناس بتيجي على العصر كده وتقول ياه ده المطش لسه بالليل هنعمل فيه فيه ناس بتنام عشان المطش ييجي بسرعة من حبهم وعشقهم للنادي الأهلي هو ده عيد حب أهلوية عشان بيستنوا مباراة النادي الأهلي فيه ناس كده كتير كل واحد فينا له تقوس عشان كده لازم تعرف إنك بتحب حب عظيم هو النادي الأهلي وإحنا لسه بنتكلم عن مباراة بكرة وهي المباراة الأهمة ده الجانب المهم أو الحلو بكرة في مباراة النادي الأهلي لكن فيه جانب يعني الصحف والمواقع كلها هتلاقي 70% من الأخبار بيتكلم عن مباراة القمة وكأن ما فيش مباراة للنادي الأهلي بكرة مع المصري وده خطأ كبير جدا قد يكون خطأ مهني قد يكون مباراة الأهلي والزمالك مباراة مهمة بالفعل لكن برضو النادي الأهلي لازم ما يقعش في الخطأ ده وبالفعل الجهاز الفني عقد أكتر من لقاء مع اللعيبة وتكلم مع عدم فراد واجتماعات عشان مباراة المصري ليه بقى؟ لأن مباراة المصري صحيح النادي الأهلي ماشي بشكل كويس جدا في الدوري 42 نقطة ما شاء الله ما شاء الله نمسك الخشب لكن أي تعصر نتيجة لأنك أنت بتفكر في الخطأ اللي بعد كده دي هتخليك تخش المطشط بعد كده وانت متوتر أي تعصر اللي قدر الله لأنه دايما في الكرة الفوز بيجي فوز والتعادل دايما بيبقى فيه وأي إخفاق بقى سوى التعادل أو هزيمة بيجي وراه غالبا إخفاق فدايما الفوز بيجر فوز بعده وبيجر فوز بعده ودي من أهم الحاجات اللي يتنبأ لها الجهاز الفني عشان المباراة القادمة مباراة المصري لا تقل بأي حال من الأحوال عن المباراة القادمة سواء مباراة الأهلي والزمالك في الصبر ثم مباراة الأهلي والزمالك في يوم 24 في الدورة إن شاء الله إذا أقيمت يعني فكل خطوة إنه ما نفعش تطلع الخطوة اللي بعدها قبل الخطوة الأولى لو طلعت الخطوة اللي بعدها هتقع فده شيء تنبه ليه الجهاز الفني للمباراة وعشان المباراة المصري الجهاز الفني دايما بيأكد أن أي أهم هدف له في الوقت الحالي هو مباراة المصري ما ينفعش أعدي خطوة ودايما بيكلم مع العيبة حول هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر